بمقابل أن هناك سقف بالحرية والتحدث والتعبير عن الرأي عالي إلى حد ما ولكن هناك قمع هناك ضرب لإرادة التظاهر بشكل أو بآخر السؤال هل الحكومة محقة لأغراض ضبط الأمن ولأغراض عدم تجيير هذه التظاهرات السياسية مما يعطيها الحجة بقمع هذه التظاهرات الحكومة إلى الحق في أنه تنظم الأمن وتحافظ على مستوى معين من الهدوء النسبي وما تحاول توصل الأمور إلى تصعيد أكثر من اللازم لكن ليس بهذا الشكل الذي كنا نشاهده عبر شاشات التلفزيون وأكيد كلنا مطلعين على هذا الموضوع كان هناك ضرب كان هناك خراطيم المياه كان هناك الغازات المسيلة للدموع الكثير من زملاء نتعرضوا إلى ضرب مبرح الكثير من زملاء نتعرضوا إلى اعتقالات القسم من عدهم ما نعرف عنهم شيء لحد يومنا هذا كم واحد؟ يعني ينعدون على عدد الأصابع لكن هم بالأخير مواطنين عراقيين من حقهم أن يعبرون عن رأيهم بالشكل الذي يرتقوه والمفروض القانون أتاح لهم هذه الفرصة مكنهم من هذه الفرصة حرية التعبير بالوسائل السلمية يا دكتور هم من دايطالعون دايطالبون بأشياء بسيطة تناسب العيش الآدمي أبسط حاجات اللي تناسب العيش الآدمي تناسب حاجاتنا كبشر كبني آدم يريد هذه الخدمات هو ما دايطالب بشيء أكثر من الشيء اللي ممكن دايريد يتساوى بدول الجوار ما نقول دول الأخرى ودول المتقدمة بدول الجوار على الأقل يعني أبسط الخدمات إحنا عندنا ما متوفرة فمن يطلع شنو يمنع الحكومة ما تتجاوب مع هذه المطالب المنطقية المعقولة الإنسانية البسيطة المفروض هي حق من حقوق المواطن وحتى هذه اللحظة رغم كل التظاهرات بيطالعون نعم لأن الحكومة معتمدة على نقول ناس معتمدة على قياديين معتمدة على مجموعة من السياسيين قد يكونون مؤهل لهذا الموضوع بالإضافة إلى اعتماد الحكومة في بلدنا على النفط فقط مصدرنا الوحيد كإيراد هو النفط فقط وحادية المصدر هذه تخلق لنا كل هذه المشاكل اقتصادنا تدمر من أين توفر كل هذه الأشياء للمواطن؟ من أين توفر كل هذه الخدمات اللي يطالبها؟ من أين توفر للشباب العاطل عن العمل اللي يتخرجون كل سنة عداد هائلة من الخريجين ومن الكليات وبالتالي يجدون نفسهم مائدهم أي شغل فشي سوي بالتأكيد يتجه إلى ساحات التحرير وغيرها وغيرها ساحات التظاهر يطالبوا بحقه وهذا من حقه طالما في حدود التظاهر السلمي القانون كفلة حرية التظاهر السلمي